سؤال بقى تاني حضرتك إيه النصيحة اللي بتنصح بيها المريض وهو داخل قسم طوارئ أحياناً بيبقى بعض المرضى جايبين معهم أهله وأهل أهله الجران وجران الجران وعيال وكبق البروتوكول أو إيه الطريقة الصح اللي المفروض أنا كمريض أدخل بيها قسم الطوارئ وكام عدد المرافقين اللي المفروض يكونوا معي النقطة دي بقى مهمة جدا جدا لأن كل الناس داخل وعاوز يدخل معاه كل أرايبه أرايب أرايبه وجرانه وكله جاي يعمل واجد تمام حضرتك أنا محتاج جوا معايا في الطوارئ كام واحد واحد ماكسموم اتنين ده يوم ما يكون يعني إيه عشان يطمن الناس اللي بره عشان حاجة تانية وعلشان يبقى عندهم نوع من الثقة في الناس لأن احنا برضو مشكلتنا أن احنا فقدين الثقة في بعض يعني المريض كده باي ديفولت كده أساساً هو داخل فقد الثقة في الناس اللي بتعالهم فبيبقى عايز حد معاه خوف نتيجة المواقف الحاجة بتحكي عليها ونتيجة تشويه صورة الطب بصفة عامة طب احنا محتاجين نحل النقطة دي بره ما هو محتاجين بقى نعلي الوعي الصحي بصفة عامة نغير نظرة الإعلام ونغير نظرة المجتمع للأخطاء الطبية وللفريق الطبي ونظهر النماذج المحترمة هو حضرتك مثلا احنا اللي بنسمعه دايما نموذج سيء تمام؟ النموذج السيء سمعناه مثلا كل قدي كل شهر بسمع اتنين نموذج سيء مثلا كل يوم انا عندي كم نموذج كويس كل يوم المستشفيات في اقسام الطوارئ كل قسم طوارئ في اي مستشفى كبيرة بيستقبل ما لا يقل عن 200 حالة 300 حالة 400 حالة في اليوم طلع منهم كم شكوه؟ واحدة ما هي الحالات الفردية؟ فانا محتاج اركز محتاجين نركز شوية عشان نحسن الصورة الزهنية عند المواطن العادي ان لا في حاجات كويسة بتتعمل على الارض كتير انا كمواطن لو رايح اسم الاستقبال هروح معايا واحد او اتنين حضرتك حتى لو معايا كتير يستناني بره مايدخلش تمام؟ الدكتور محتاج بيئة امنة يشتغل فيها عشان يعرف يركز ما هو انا دلوقتي هركز مع العيان ولا مع العمال يسألني من هنا والعمال يسألني من هنا حيث ما تتخيلش لما بيدخل اكتر من واحد مع المريض بيحصل ايه تمام؟ المستشفات مثلا على سبيل المثال زي عندنا احنا بنعمل ايه عندنا فريق امن فريق الامن هو اللي بتولى الموضوع ده بيمنع دخول الايه المرفقين من بر بس بيحصل مشاكل كتير في المنع ده بيحصل مشاكل كتير جدا وبيحصل خلافات وبضطر ان احنا نجيب ناس مخصوصة عشان تكلم الناس وتصهمهم ايه بس حضرتك انا معاك مية في المية في دي بس في نقطة واحدة ودي نقطة انا يعني شفتها بعين تمام احنا بنمنع الناس ومايفعش الناس كتير تدخل ولكن لو حد يعني انا دي شفتها بعيني واحد داخل رجليه مكسورة فهو اتنين شايلينه لا لو حد محتاج مساعدة احنا لازم ندخله اللي بيساعده ما هو ما حصلش لازم وكان فيه مشكلة والامن رفض يدخل الاتنين يقول واحد بس اللي يدخل دي انا شفتها بعيني تمام طب يدخل واحد يشيل لا ما ينفعش وفيه واحد مكسور ما ينفعش لا طالما فيه موقف طالما فيه موقف لازم يتعامل على قده ما ينفعش ان انا ابقى بنشف دماغي وما بفكرش يعني وزي ما قلت لحضرتك في الاول ان انا تخلاص انا حصل صدام مع فرض الامن اللي هو بينفذ تعليماته مش فاهم حصل صدام معايا هو حفظ مش فاهم ده اوك 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 لأي حد هيحليلي مشكلتي بسرعة جدا لان انا لقدامي الموقف واضح ومش قادر يبتحق الراجل ما بيمشيش ومحتاج حد يزق الكرسي وحد يشيله الورق بتاعه ده الف به ده يعني كومن سنس يا ما هيش حاجة محتاجة تفكير فدي لا ده وضع منطقي وطبيعي وما حدش يقدر يخالف ولا يقدر يعارض اصلا واللي يعارض يبقى مش فاهم فلازم نلجأ لللي فاهم لا وقتها الامن ضربوهم كمان لا ما ينفع ليه امن المستشفى يومي هضربوه لا لا ما فيش حاجة ما امن يضرب ليه امن يضرب لا يجوز على الاطلاق لالامن يتحاسب على كده هو تحاسبه بصراحة بعد كده شفتي حالك يعني ايه ان هو تصرف حطأ فلازم يبقى عليه حساب ماينفعش عشان حتى ما يتكررش ما يتكررش في حق حد تاني طيب كده انا دخلت قسم الطوارئ فردة او اتنين بالكتير الباقي برا موجودين وبعدين انا قعدت مستني دوري محدش جالي وانا تعبان جدا والاهل خايفين والله اللي موجودين معاه حد يستدعي ممكن يتصرف هيستدعي مش هيقول لأ وبعدين ما فيش حاجة اسمها محدش جالي دايما التوارئ بيبقى فيها عد على الاقل التمريد بتاع التوارئ موجود اللي بيحدد الحالة عجلة ولا مش عجلة وحالة محتاجة تدخل سريع ولا لأ وهيبقى عارف مثلا حد برضو الدكتور عام موجود بينادي الدكتور بتاع التخصص اللي محتاجة الحالة فبيبقى فيه حد بيقابل يعني حتى في الاول فيه حد بيقابل موظف هنقول مش هنلاقي دكتورة هلاقي موظف تمام لا مش حاجة اسمها فاضية تمام المال بتوع الامن اللي حشوهم بره ايه ما هم هيجيبون لهم الدكتورة مش فاضية بس يعني هم مشغولين في حاجات تانية مشغولين لو هو حاجة عجلة او حاجة محتاجة تدخل سريع هتلاقيهم سابه كل اللي في ايديهم مجم طيب العمل الاداري في العمل الطبي هل فيه دكتورة مخصوصين دولة بيوكل اليهم العمل الاداري وبيقدروا هم يديروا المواقف دي يعني هل فيه تدريب اداري للدكتورة اللي ازاي يدير مواقف زي دي يبقى فيه حد برضو سوبرفايزر كده هو في نفس الوقت دكتور فيبقى فاهم هو الموضوع المشهد في نفس الوقت هو هو شايف الصورة من فوق فعارف يحكم المشهد بطريقة طريق بالدكتور وطريق بالمواطن المريض هو حضرتك كده كده هيكلة العمل جوه المستشفى فيها كل المناصب دي اللي حديك بتقولي عليها يعني احنا الصبح وإحنا موجودين موجود طبعا من أول مدير المستشفى فوقه ونواب المدير ومدير الأقسام ولغاية مدير الطوارئ وإلى آخر هنيجي نقول الحالة جاية بالليل مش عارف إيه حقيقة فيه حاجة بالليل اسمها مدير مناوب أو من ينوب عن المدير وفيه حاجة اسمها نايب إداري موجود ما دول ده كترة ولازم يبقى هم دول اللي بيحلوا المشاكل في المواقف بالليل يعني والمدير المناوب ده قاعد بيعمل إيه هو قاعد علشان لما يكون فيه مشكلة زي ما قلتها حقيقة في الأول إيه إلجأ للكبير هايحل لك هايحل لك